أذهب مباشرة إلى مقر إقامة فريق النادي الأهلي مع الزميل العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي عشان نعرف منه آخر الأخبار والمستجداد في معسكر الفريق قبل التحرك إلى ملعب الأهلي والسلام مساء الخير يا محمد مساء الخير يا زميل العزيز محمد سعيد تحياتي ليك ولكل مشاهدة متابعة تريند بكل مكان أهلا بيك وعايز أتطمن منك عن آخر الاستعدادات وقدام بعض اللقاطات الحصرية لتحرك اللاعبين داخل فندو الإقامة إلى أجواء الأخبار قابلت الكابتن سامي أمسون دوافع الجهاز الفني للمفترة اللي جاية في ظل الغيابات الجهاز الفني بيفكر إزاي اللاعبة كمان على المستوى الشخصي شايفين التحدي ده بالنسبة للمرحلة الجاية بيفكروا في إزاي في البداية محمد يمكن المباراة زياني بنقول على الورق ما بين النادي الأهلي في تاريخه وبطولاته وترتيبه كمان في بطولة الدوري ولسه المؤجرات كتير مع متزايل الترتيب فنظريا على الورق ممكن أي حد يقول أنها مباراة سهلة ولكن كل الظروف المحيطة بالمباراة محمد في هذا التوقيت بيخل المباراة غاية في الصعوبة جهاز فن جديد بقلت كابتن سامي أمسون ومعاكبتن محمد شرف عدد جغيبات كبيرة زي ما قلت سواء للإصابة خاصة في مركز حدسة المرمة أو في بعض عناصر الأخرى من الفريق كمان غياب الدوليين عنك في مرات النهاردة دي كلها أسباب خلط المباراة في الصعوبة ولكن النادي الأهلي وده ما يميز النادي الأهلي عن أي نادي تاني أعتقد يا محمد وكلنا كجمعين النادي الأهلي فخورين بدوت هو حادث التلاحوم الشديدة اللي شفناها من مباراة كمان مش من النهاردة وجود كابتن محمود الخطيب رئيس مجلسة النادي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني وقفوا في ظهرهم طاقهم الثقة وده كمان اللي شفناه نعكس جدا في معسكر الفريق هنا في فندق الأقامة منذ الأمس طبعا حالة كبيرة جدا من التربط ما بين اللاعبين والجهاز الفني يمكن كابتن صعب حافظ أيام بدور كبير جدا مع كابتن سامو أمصان كابتن محمد شرف وكذلك اللاعبين يمكن المرحلة صعبة جدا دي أول مباراة من أربع مباراة مؤجلة يهمك جدا تحقيق الفوز فيها يهمك كمان أنها بروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك في ظل عدد كبير جدا من الغيابات تغيير في الجهاز الفني ولكن زي ما قلت لك حالة زي ما قولت تلاحهم وحالة الدفع المعنوية تدت منذ الأمس في تدريب الأخير اللي كان فيه ملعب مختار التتشي بالجزيرة يمكن التدريب قبله على طول كان كابتن سامو أمصان عمل محاضرة فيديو لللاعبين عشان نشرح لهم من نهاردة طريقة لعب بفريق استرني كامباني وإزاي النادي الأهلي هيباجه في الملعب كمان زي ما قلت لك حالة التركيز والتلاحهم ديتنا لتنها الفندق يمكن الفريق تنول وجبة الفطار في الساعة 11 ونص صباحا يمكن الغداء كان في الساعة السلسة ويمكن دلوقتي احنا في انتظار أنه هيبقى فيه محاضرة فنية وكمان هيبقى فيه وجبة خفيفة ومن بعدها ان شاء الله يتحرك الفريق لملعب المباراة الأهلي والسلام وان شاء الله يكون الفريق موفق ويحقق تلت نقاط مهمة خاصة في هذا الوقت الصعب جدا يا محمد بنوسم سواء اهمية المباراة او كمان حالة الغيابات لكن العزة طمانك وطمان كل جمهور النادي الأهلي ان زي ما انت قلت احنا طلبين يعني زي ما نقول المساندة والدعم للجهاز الفني كابتن سامو أمصان واحد من الابناء النادي الأهلي المخلصين ويحقق نتائج كبيرة جدا سواء في النادي الأهلي او كمان خارجه كمدير فني كابتن محمد شرف كمان المدرب العام يمكن ناس كتيرة جدا موك ما تكونش عارفة كابتن محمد شرف كمدرب هو مدرب كويس جدا نحن نتابعينه من زي ما نحمد في قطاعنا شيف النادي الأهلي واشتغل كمان مدرب عام لأكثر من نادي في الدور الممتاز مع مدربين قبار من أبناء النادي الأهلي سواء كابتن علي مهر او كابتن أحمد كشري فهو واحد من المدربين اللي هكلهم مستقبل إن شاء الله وإن شاء الله زي ما نقول نحمد دايما النادي الأهلي غنب أولاده وهو اللي بتضهم الفرصة وبيدعمهم وبيقف ضهرهم وإن شاء الله نشوف الدعم ده النهاردة من الجماهير وإن شاء الله يكون تحقيق نتيجة كبيرة إن شاء الله للفريق وتكون بداية كبيرة جدا يا محمد إن شاء الله نحو يعني عودة لقب الدور الممتاز لبيته والمكان المفضل في النادي الأهلي بالجزيرة طيب من يومين النادي الأهلي كان أعلن يتوفيق إن سابل حرية لكابتن سامي أمصان إذا حب يستعين بمدرب آخر معاه بحيث إن الجهاز الفني يكون كابتن سامي أمصان وكابتن محمد شرف وفرض آخر في الجهاز خلال الفترة اللي جاي هل تم الاستعانة ولا لسه ده ممكن يتم بعد مباراة النهاردة بإذن الله وأنا حتى قدامي على الشاشة هي الأعطاء للكابتن سامي مع الكابتن سيد والكابتن محمد شرف ودكتور عمرو محب بالفعل زي ما قلت محمد يمكن مجلس صدرات النادي الأهلي بقالة كابتن محمد الخطيب أعطى الحرية لكابتن سامي في اختيار مدرب تالت معاه في الجهاز ولكن طبعا نظر لضيق الوقت انت بتتكلم ما فيش غير بس يومين مباراة المصر بالسلوم ومباراة النهاردة الحد والاربع على طول بعد كده زي ما انت عارف الفترة الجام كاملين حد واربع على طول فما كانش فيه وقت طبعا دخوله عنصر جديد ممكن كابتن محمد شرف زي ما قلت لك هو مش غريب على النادي الأهلي ولا غريب عن كابتن سامي مصاني ممكن يشتغلوا مع بعض من قبل في قطاع الناشئين فطبعا كان وجود كابتن محمد شرف ضروري وهيكون فيه ان شاء الله عنصر تاري في الجهاز بس طبعا اعتقد هيبقى بعد مباراة اليوم خاصة زي ما قلنا لضيق الوقت النقطة اليو ديان كمان الكلام تفهم محمد يمكن زي ما انت قلت يعني اللايحة واضحة جدا الاجندة الدولية انتهت ولكن اعتقد النادي الأهلي طبعا هو اكثر الاندية التزاما باللواح وكمان اكيد النادي الأهلي ملتزم باتفاقاته مع الاندية فموقف النادي الأهلي اكيد هيبقى فيه التزام تام سواء باللواح او حتى لو فيه اتفاق ودي حصل ما بينه وما بين النادي استرن كامبني وزي ما انت وجهت الشكر النادي استرن كامبني على مفقته وعلى تأجيل المباراة ده اكيد هيكون موقف النادي الأهلي وإلى الان ما فيش اي تصريح رسمي بخصوص هذه القضية او مشاركة اليو ديانج من عدمه ولكن زي ما انت قلت محمد ذكرتك مقدمتك ان لا احيا هيخلص الاجندة الدولية بالفعل خلصت ولكن ننتظر موقف النادي الأهلي خاصة النادي الأهلي هو اقصر عندها احتراما سواء للواحي الرسمية او كمان لتقاليده وعاداته واتفاقاته مع الاندي الأخرى حقيقة توفيق طيب الجزاية التانية النهاردة موجود مصطفى شبير وغالبا هيكون بالتأكيد هو الحارس الاساسي انطباع الجهاز الفني اتكلمت مع ميشيل يانكون اداء مصطفى في مباراة الكأس والدوافع اللي خده بالتأكيد بعد الاشادة الكبيرة من كل وسائل الاعلام ده مدى تأثيره على الحارس الصاعد اللي ممكن يكون النهاردة اول مباراة ليه في الدور العام ودي بالتأكيد مباراة مهمة جدا يعني مشاركة مصطفى في الفترة الاخيرة كانت مباراة الكأس سواء السنة دي او حتى السنة اللي فاتت لكن النهاردة دي اولى المشاركات ليه في الدور العام وبالتأكيد ده يبقى دافع قوي جدا للحارس الصاعد مصطفى شبير بالفعل محمد زي ما انت بتقولي ميشيل يانكون هو اقدم زي ما نقوله الفرض في الجهاز الفني فان دايما لو كنا نتكلم معها عن حراسة المرمى فكان يقولك دايما ان كل الحراس اللي عندي يقدروا يعني يلعبوا أسسيين ويقدروا يحملوا مسئولية حراسة مرمى فريق النادي الاهلي ويمكن ده شفناه سواء لما مصطفى شبير وقف في مباراة كاسر ربط او كمان الاداء الاكثر من رائع الاداء في مباراة المصري بالسلوم زي ما تقول هي المباراة الاولى ليه في الدور العام ولكن طبعا لعائبة النادي الاهلي يعني ده اول انطباعة تأخذها محمد مش بس الجهاز الفني لعبته في زماله طبعا تعرف ده مهم جدا تشوف يعني عندهم ثقة كاملة في مصطفى دعم كامل زي ما نتلك حالات الترابط والدعم دي اعتقد بتنعكس في الملعب على اللاعبين سواء بينهم بعض او كمان ما بين اللاعبين والجهاز الفني اللي شفناه في التدريبات محمد الاخيرة او هنا النهاردة في فندق القامة حالة كبيرة جدا من التلاحم من الدعم اللاعبين والجهاز الفني تحس انه هم زي ما نقول صف واحد كلهم بيشتغلوا المصلحة واحدة وهي رفعة النادي الاهلي وتحقيق الفوز اعتقد مصطفى واحد من اللاعبين دول كان دي زي ما نقول فرصة عمره النهاردة انه هي حاجة تاريخية انه يبقى حارس في النادي الاهلي في اول مباراة ليه في الدوري اعتقد الاداء اللي شفناه يطمننا كتير جدا النهاردة سقط الجهاز الفني سقط مدرب الحراس الخاص بي وكمان سقط زملاء اعتقد هتفرج جدا مع مصطفى وان شاء الله انه هده يكون مولد نجم جديد ان شاء الله فيه تاريخ النادي الاهلي واعتقد يا محمد كل الحراس الكبار او اللاعبين الكبار هم ولدوا فيه مثل هذه اللحظات واعتقد ان دايما الازمات او المواقف الصعبة هي اللي بتصنع الرجال وبتصنع الابطال يا محمد سؤال اخير بخصوص بدر بنون كلمت مع دكتور احمد ابو عبل يا محمد حبيت تعرف منه موقف بدر موجود في المعسكر موجود في القيمة ماتش لفات جائج يعني يشارك في اخر عشر دقائق او اخر خمس دقائق هل هيتم الدفع به كده تدريجيا فترة لمدة معينة لحين البدء به في التشكيلة الاساسية ولا عودة بدر هتبقى ازاي كمشاركة فنية خاصة انه راجع بالتأكيد بعد مضاعفات كورونا فاخدت معاه شوية وقت فهيبقى فيه استعداد مختلف لمشاركة بدر في الفترة اللي جاية ممكن احمد كالعادة ببقى دايما الصبق معاكم في التريند ممكن كنت اتكلمت مع دكتور رحمة ابو عبلا قبل مبارات المصري بالسلوم وسألته عن بدر بنون اللي هو متاح من الناحية الطبية وتحت امر الجهاز الفني نواية استعين به بعض الوقت في المباراة اعتقد ده اللي تم بالفعل والجهاز الفني يمكن اعتمد على بدر بنون في اخر عشر دايق من مبارات المصري بالسلوم واعتقد النهارده ان الجهاز الفني هو متاح من الناحية الطبية ده حسب تأكيد دكتور رحمة ابو عبلا ممكن بنتكلم قبل اكتر من اسبوع فأعتقد بدري بتشاف التدريبات بيقدر بشكل أكثر من رائع والتدريبات بيخدها بشكل كامل كمان يمكن تطمر اطمئنان عليه من ناحية البدنية والفنية المباراة اللي فاتت وأعتقد أنه هو تحت أمر الجهاز الفني في حالة ما أراضي الاعتماد عليه سواء المباراة بشكل كامل أو بعض الأجزاء من المباراة وأعتقد زي ما قلنا محمد أهمية المباراة اللي فاتت والمباراة دي أنهما كمان بغض النازل أنك عاوز تسعد للدور التالي في الكاس أو تحقق ثلاث نقاط مهمة النهاردة هي بروفة طبعا لعدد كبير جدا المباراة الصعبة بدايتها من يوم الحد المقبل أمام الزمالك إن شاء الله واستمرنا نبقى المباراة الكبيرة هتبقى يعني زمام القول حاسمة سواء في مشوار الدوري أو مباراة الكاس بإذن الله بإذن الله زماني العزيز محمد توفيق موفد قناة الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات من مقر إقامة فريق النادي الأهلي والمعصقر اللي بيستعد الأهلي فيه بالتأكيد لمباراة اليوم بالتأكيد دفع